تفرعد بعد البخاري صح والقرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام في برنامج صحيح الإمام مسلم وكالعادة نشرح هذه الأحاديث التي رواها الإمام مسلم النيسابوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه الجامع الصحيح ونتناول معاني هذه الأحاديث ثم نشرح هذه الأحاديث ونبين أهم هذه الأحكام التي وردت في هذه الأحاديث أخواني الكرام وأخوات الكريمات ثواني معدودة نستمع عن هذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل فانتظرونا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتاني الحرص على المال والحرص على العمور أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وأخوات الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعدا استمعنا لهذا الحديث ولا يزال الحديث موصولا في شرح الأحاديث التي رواها الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه الجامع الصحيح هذا الحديث هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر وفي لفظ آخر عند الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان حب المال وطول العمر إذن هذا هو شأن الناس في هذه الدنيا الناس دائما تحرص على المال وتحرص على العمر وطول العمر فيحسبون أن السعادة في هذا المال وطول العمر ولا يعلمون أن السعادة الحقيقية هي في عبادة الله سبحانه وتعالى السعادة الحقيقية في الأعمال الصالحات السعادة الحقيقية في العبودية والتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى حتى أن الإنسان قد يعيش 25 سنة وهو يعبد الله عز وجل ويحرص على أركان الإسلام من صلاة ومن صيام ومن زكاة ومن حج ومن توحيد لله عز وجل وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم فيدخل الجنة هذا الإنسان هو الإنسان السعيد أما الإنسان الذي يعمر 60 و70 و80 سنة وهو متعلق بهذه الحياة الدنيا يستمتع بهذه الأموال والمأكلات والمطعومات والمشروبات والسفر والإسراف وحب الشهوات وحب المعاصي والعياذ بالله فهذه ليست هي السعادة ولست أرى السعادة جمع مالا ولكن التقيه والسعيد التقيه الإنسان التقيه النقي الذي يتق الله سبحانه وتعالى بفعل ما أمر واجتناه بما نهى عنه وزجر هذا هو الإنسان التقيه هذا هو الإنسان التقيه أخواني الكرام أخوات الكريمات عمر الإنسان له أجل محدد عند الله عز وجل كلنا لا نعرف كم نعيش في هذه الدنيا عشر عشرون سلاثون أربعون خمسون سنة فهذا كله عند الله علمه عند الله سبحانه وتعالى ومن سعادة الإنسان هو طول العمر وحسن العمل خيركم من طال عمره ليس طال عمره فقط وحسن عمله كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لذلك الآن هناك خطأ شائع عند الناس يقولون فلان يا طويل العمر يقولون للغاني مثلا أو إنسان يعني المسؤول الكبير مثلا أو إنسان صاحب الوجاهة يقول له طويل العمر ونبه عليها أهل العلم قالوا خيركم من طال عمره وحسن عمله وحسن عمله فيجب أن تقول يعني أطال الله عمرك وحسن عملك بالخير مثلا والعمل الصالح وفي هذا الحديث يبين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يكبر ويزيد عمره وتتعاظم معه خصلتان هما الحرص على المال وكراهية الموت ونسيانه والحكمة في التخصيص بهذين الأمرين أن أحب الأشياء إلى بني آدم نفسه نفسه فهو راغب في بقائها فأحب لذلك طول العمر وكذلك أحب المال لأنه يعني من أعظم أسباب في دوام الصحة التي ينشأ عنها غالبا طول العمر فكلما أحس بقرب نفاذ نفاذ ذلك اشتد حبه له ويرغب في دوام هذا المال وهذه الحياة والعياذ بالله لذلك هنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ينبهنا أيها الناس على ما فطر الله عز وجل عليه الناس من حب هذا المال ومن حب طول العمر وطول الأمل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا حتى لا نقتر بهذه الأموال ولا نقتر بهذه الحياة ولا نقتر بهذا الأجل فعلينا أن نجاهد أنفسنا في فعل الخيرات والأعمال الصالحات وأن نمتثل إطاعة الله سبحانه وتعالى أن نبتعد عن الشهوات أن نبتعد عن الملذات أن نبتعد عن كل ما حرمه علينا ربنا سبحانه وتعالى ولا شك أن حب الدنيا وكراهية الموت يتساوى فيه الشباب وكذلك الشيوخ وكبار السن الجميع يتساوون في هذا الشيء هذا الحديث أيضا فيه فائدة الحث على الإقبال على الآخرة بالكلية يعني الإنسان لازم يقبل على الله عز وجل وعلى طاعته وعلى فعل الأعمال الصالحة وأن يبتعد عن الذنوب وعن المعاصي هذا الحديث فيه ذنب طول الأمل للأسف بعض الناس يعني يختر بطول الأمل وطول الحياة وكذلك إذا حصل وجمع بعض الأموال فيفرح بهذه الأموال وربما لا يؤدي زكاتها ولا يتصدق في هذه الأموال التي حباها الله سبحانه وتعالى خصوصا للإنسان عندما يكبر ويطعن في السن فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته ومرضاته وتقوى الله سبحانه وتعالى والبعد عما حرمه سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين متفرد بعد البخاري صح والقرآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا